من أعلى مكان في منطقة بوستيبا عرضاً اليوم شقة فاخرة جداً في مجمع بولوت سنتر خلوكم معنا المجمع عبارة عن بنايتين بها عدد محدود أو عدد جيد من الشقق ثلاث غرف وصالة الشقة اللي بنعرضها اليوم في أعلى دور وأحلى إطلالة وأثاث فاخر الخدمات اللي موجودة داخل المجمع عندنا بواب الكترونية خدمة 24 ساعة ونظام سيكيورتي وأمان جلسات عائلية بالإضافة إلى ملاعب الأطفال وملاعب رياضية وما ننسى أيضاً مواقف السيارات مقابل الأبراج ما يميز الموقع قربها من مطل الشاي المعروف في حي بوستيبا تشوفها في الفيديو أحلى إطلالة وأحلى كاسة شاي في هذا المطل بالإضافة إلى أن الموقع والميدان جداً قريبين من بعض الخدمات المحيطة بالموقع عندنا أسفر ماركتات المعروفة في تركيا مثل بيم وشوك بالإضافة إلى كافهات والمطاعم والمدارس أيضاً موجودة بالقرب من الموقع يعني موقع مميز جداً وحيوي تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل الشقة وطلالتها ومساحتها خلوكم معنا وصلنا جمعة الخير الدورة 16 شقة ثلاث غرب صالة مساحتها مية وخمسة وتسعين متى مربع مدخل الشقة من هنا زي ما شايفين في الفيديو أو بتشوفوا في الفيديو أن الشقة موجود فيها أثاث إذا العميل له رغبة في شراء الأثاث تجدون السعر الأثاث موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو تعالوا نكمل تفاصيل الشقة تفضل معنا المنطقة التي أنا موجود فيها منطقة الكوريدور يسارنا توزيع الغرف ويمينا الصالة والمطبخ المنطقة هذه حطين فيه هنا بوف صغير وطاولة وعندنا يسارنا هنا دولاب جميل وراقي حطين فيه مقتنيات ديكورات جميلة جدا وعندنا هنا المدخل أيضا بمراية رائعة جدا يعني ديكورات فخمة وراقية يعني نقدر نقول ديكور فلل تعالوا نشوف الصالة قبل الصالة عندنا هنا دورة المياه حطين فيه زي مستودع مستخدمين مبدئيا على أساسهم استخدامهم لدورة المياه الثانية فمستخدمين هذا المكان كمستودع نتوجه إلى الصالة شوفوا مساحة الصالة تبارك الله ما شاء الله يعني من كبر مساحة الصالة والأثاث اللي موجود فيه ترمون بين الشقة ككل ورق جدران الألوان متناسقة مع ديكور الصالة يعني ألوان جدا رائعة وجذابة أرضيات باركي حطين طقم صفرة وعندنا البوفيه بالإضافة إلى طقم الكنب هنا تعالوا مع بعض نشوف إطلالة الصالة الرائعة جدا والخيالية لو تلاحظوا واجهة كاملة زجاجية بالكامل جاية وإطلالة مباشرة على البحر مع إطلالة المدينة يعني الواحد يشوف مدينة طربزون من هذا المكان مجمع بلوت سنتر يعتبر أعلى قمة أو أعلى الأبراجة اللي موجودة في منطقة بوستيفا نتوجه إلى البلكونة من جهة الصالة البلكونة هذه مشتركة بين المطبخ وسأتعالوا نشوف مع بعض البلكونة 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 هذه زي ما قلت أنها مشتركة بين المطبخ والصالة مساحة رائعة جدا زي نظام الصالة أن البلكونة جاي على النظام نص دائري وواجهتها كمان تكملت إطلالة الصالة جاي إطلالة بانورامية على البحر وعلى باقي المدينة مساحة البلكونة كبيرة وشاسعة لو تلاحظوا حاطين فيه طقم خيزران بامبو نوعية فاخرة حتى الأباجونة لو تلاحظوا خيزران طقم السفرة هنا برضو خيزران وعندنا هنا برضو طاولة رائعة جدا خيزران يعني طقم فاخر جدا وما ننسى أيضا أنه البلكونة مزودة بالزجاج الشرائح والمنطقة واصل لها الغاز الطبيعي الكمبي راكب وجاهز نتوجه إلى المطبخ نشوف تفاصيل المطبخ دخل إلى المطبخ لو تلاحظوا ما شاء الله تبارك الله الصاحب البيت منتقي حتى الأجهزة الكهربائية بعناية أو بذوق راقي عندنا الفرن والطبخ مع الشفات جاي بلول أسود متناسق مع الديكور الموجود مع الدواليب دواليب المطبخ جاي على شكل L بالزاوية حاطين هنا طقم سفرة أيضا وفيه جزئية هنا إضافية للمطبخ حاطين فيه أرفف مرتبين بطريقة جمالية وما ننسى أيضا أنه طلالة المطبخ أيضا طلالة على البحر مميزة جدا نطلع من المطبخ نشوف تفاصيل الباقي الشقة زي ما قلت لكم مدخل الشقة من هنا وهذا المدخل عندنا توزيع الغرف نجي إلى الغرفة رقم واحد في الغرفة هذه حاطين تقم كنب يسع إلى تقريبا سبعة شخاص جاي لون وردي مميز إطلالة على المجمع وحاطي فيه تقم دولاب تلفزيون مع الأرفف نطلع من الغرفة الأولى نجي هنا على الغرفة الثانية الغرفة الثانية كما نحاطين هنا لو تلاحظوا سرير مزدوج مع الدولاب مع التسريحة يعني تفاصيل كاملة للغرفة هذه مميزة مقابل الغرفة رقم اثنين عندنا دورة المياه الرئيسية دورة المياه الرئيسية المروش مع الدواليب ومنطقة غسالة الملابس وراء الباب موجود عندنا الكولوزيت يعني حمام مرتب وانتب كرامة شي جميل نتوجه إلى غرفة النوم الرئيسية غرفة النوم الرئيسية لو تلاحظوا حاطين التسريحة هذه مع الدولاب المراية وعندنا السرير والدولاب الآخر بالإضافة إلى منطقة الدرسينج روم حاطين فيه تعاليك يعني نقدر نلغي الدولاب هذا ونحطها داخلية فيصير عندنا غرفة النوم مساحتها أكبر داخل الدرسينج روم أن الباب يسكر موجود دورة المياه الخاصة بغرفة النوم الرئيسية الماستر دورة مياه متكاملة مروش بالإضافة إلى المخسلة والكولوزيت تعالي نشوف البلاكونة تبع غرفة النوم الرئيسية البلاكونة هذه أصغر من البلاكونة الأولى إطلالتها جزئية جاية إطلالة على البحر ومساحتها نقدر نقول مساحة أصغر من البلاكونة الأمامية وضع فيه دولاب وإحنا لنا حرية الاختيار في الحاجات التي نضعها وأيضا مزودة بالزجاج الشرائح كذا عطتكم تفاصيل كامل عن الشقة هذه في الدورة 16 في مجمع بلوت سنتر أرجوكم الفيديو نال على أعجابكم في نهاية الفيديو أرجوكم المحتوى أعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات أسفل الفيديو ولا تنسوا متابعات آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة